وفي القاهرة توصل السفارة اللبنانية استقبال الجالية اللبنانية في مصر للمشاركة في عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية بالخارج كانت السفارة اللبنانية قد فتحت أبوابها منذ السابع صباحا لاستقبال الناخبين في سفارة لبنان بالقاهرة والقنصلية بالأسكندرية ولمتابعة أجواء الانتخابات اللبنانية للمغتربين ينضم إلينا مباشرة من السفارة اللبنانية بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود تحية طيبة صف لنا المشهد الانتخابي اللبناني الذي يجرى على الأراضي المصرية نعم بعد التحية بالفعل فتحت السفارة اللبنانية بالقاهرة أبوابها أمام الجالية اللبنانية المتواجدة في مصر منذ السابع صباحا لاستقبالهم لإجراء عملية التصويت على المرشحين في الانتخابات اللبنانية التي ستجرى في الداخل يوم الخامس عشر من مايو الجاري الناخبون اللبنانيون توفدوا على السفارة منذ صباح هذا اليوم لاختيار قائمة من ضمن 103 قائمة موجودة في النظام الانتخابي فهو نظام بالقوائم وأيضا المرشحين يتنافس ما يقرب من 718 مرشحا على 128 مقعدا مناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم السفارة اللبنانية أيضا أنهت استعداداتها ببعض الإجراءات التنظيمية في وقوف الناخبين ودخول ناخب تلوى الآخر للإدلاء بصوته بجواز السفر المصرح به مع الجالية اللبنانية الموجودة في مصر وأيضا كما تحدثت 709 من الناخبين الذين يحق لهم التصويت ما بين سفارة لبنان في القاهرة وما بين القنصلية في الإسكندرية عندما أجرينا بعض اللقاءات مع الجالية اللبنانية الذين أقبلوا على التصويت أكدوا على أهمية المشاركة نظرا لما يتمنوه من مزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان وأيضا هناك من الجالية المصرية التي أوقفت الإجازة الخاصة بها في قضاء طبعا إجازة العيد وتوافدت إلى السفارة في الزمالك للإدلاء بأصواتهم أيضا عبروا عن أهمية هذه المشاركة والتطلع نحو مستقبل جديد للبنان في ظل النظام الجديد خاصة أن هذا الاستحقاق الانتخابي زاد في عدد المشاركين والذين يحق لهم التصويت عن الانتخابات السابقة أيضا أكدوا على تطلعهم لمزيد من المستقبل لأطفالهم الذين استحبوهم خلال وجودهم هنا في السفارة اللبنانية بالقاهرة هذا الاستحقاق هو هام يعني يتطلعون لمزيد من تحقيق الآمال نحو هذه الانتخابات للمشاركة أيضا السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر عندما تحدثنا معه أكد على أن السفارة تمت استعداداتها كاملة لتهيئة الجو المناسب للناخبين وأكد أنه متوقع في مساء هذا اليوم الساعات القادمة سيكون هناك تزايد في عدد المقبلين على التصويت في هذه الانتخابات لأنه سيتم فتح الأبواب حتى العاشرة مساء ومصر ستكون آخر دولة تغلق أبوابها نظرا للتوقتات المحلية الخاصة بالقاهرة فبالتالي الجالية اللبنانية ستواصل التصويت اليوم حتى العاشرة مساء الاختيار القائمة من القوائم المرشحة في الانتخابات حتى يتم تحقيق بالطبع الأمال والأمنيات التي تحدثوا عنها بتحقيق مستقبل أفضل بالطبع للبنانيين وأيضا للمقتربين في مختلف الدول العربية فبالتالي أيضا السفارة ومصر تهيئ كل الأجواء المناسبة من ناحية التأمين ومن ناحية أيضا التنظيم داخل السفارة حتى يتصنى للجالية اللبنانية في مصر بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي محمود جميلة مراسل التلفزيون المصري متحدثا عن المشهد الانتخابي اللبناني في هذه الانتخابات النيابية التي تجرى في القاهرة والأسكندرية جزيل شكرا